يا أستاذ فاروق جودة عرف أن أنت في المطلق لا تبحث عن تكريم أو منصب في المطلق يعني بس تكريم زي كده أو جايزة زي دي يعني أدخلت بشيء جديد سعادة ولا لا عادي بالنسبة لك والله هي كانت مفاجأة يعني واللقب أصله شعر السلام ده يعني إضافة كانوا يقولوا شعر الحب أيها شعر الشباب فطبعا لا كانت لها وقع خاص عندي بالنسبة لل بالذات أني أنا اتفاجأت بيها يعني هما كلموني وقالولي أن في تكريم في دبي وقالولي المناسبة يعني فالحقيقة أنا سعدت بيها جدا والناس استقبلوا الاستقبال طيب وحافل الحقيقة سواء الأمسية كانت جميلة كمان أوي اللي سلمك الجائزة وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك نهيان بن مبارك والمحفل كله كان ثقافي وشعري كان كله ثقافي وشعري هي الليلة كانت ليلة شعري يعني بالنسبة للشعراء الأجانب والمشاركة اللي أنا شاركت بيها أنا بيت الليلة واحدة بس وقيت على روحة تسرانت جائزة بورغتانا تسرانت جائزة بورغتانا